السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الفاتحة تفسير الجلالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله جملة خبرية قصة بها الصناع لله بمزمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأنه يحمده والله أعلم على المعبود بحق رب العالمين رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وقيرهم وكل منها يطلق عليه آلم يغال آلم العنس وآلم الجن إلى قير ذلك وقلب في جمعة باللياء والنون أولى العالم على قيرهم وهو من العلامة لأنه واللامة على موجده الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أيز الرحمن وهي إرادة الخير لأحله أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه لأمر كله في يوم القيامة أو هو موسف موسوف بذلك دائما كقافر الزنب فالصحاب أتى صفحة لمعرفة إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توهيد وقيره ونتلب المعونة على الإبادة وقيرها اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا لإله ويبدل منه صراط اللذين أنعمت عليهم صراط اللذين أنعمت عليهم بالهداية ويبدل من الذين بصلاته قير المقذوب عليهم قير المقذوب عليهم وهم اليهود ولا وقير الظالم وهم النصارى ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهوديا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله والصحبة وصلم السسليما كثيرا دائما عبدا وحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صراط اللذين أنعمت عليهم غير المقذوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط اللذين أنعمت عليهم قير المقذوب عليهم ولا الظالمين صدق الله العلي العظيم